السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في تقرير جديد من Equity Global Markets معكم رائد الخبر نتحدث في هذا التقرير مع مطلع تعاملات هذا الأسبوع بلا شك عن التحركات القوية والمفاجئة في الأسواق التي تلت بيانات يوم الجمعة للوظائف الغير زراعية الأمريكية والتي جاءت بقراءة أفضل من التوقعات بكثير 209 ألاف وظيفة جديدة أضافها الاقتصاد الأمريكي في الشهر الماضي يوليو وتمكن بذلك من كسر التوقعات التي كانت عند 187 ألف وظيفة هذه القراءة طبعا مع مجمل قراءات بيانات التوظيف سواء كانت النمو في الأجور عند 13% على المستوى الشهري أو ما يسمى بمعدل الأجور الساعية جاء مطابقا للتوقعات جميع القراءات التي صدرت عن تقرير الوظائف الغير زراعية الأمريكي جاءت إيجابية وبنسبة مشاركة متوقعة عند 62% هذا أعطى الدولار الأمريكي دفعة قوية إلى الأمام تمكن الدولار الأمريكي من تصحيح خسائر الأسبوع الماضي كافة أمام اليورو وأمام معظم المنتجات الرئيسية وتمكن الزوج يورو دولار أمريكي بهذه الحالة من الهبوط نحو مستويات دون 18 وصولا إلى مستويات عند 17-24 والآن عادة لإختبار مستويات 18 بوصفها مقاومة بشكل جديد طبعا ننتظر في هذا الأسبوع مجموعة من البيانات ذات التأثير الكبير متمثلة بأولا من الولايات المتحدة الأمريكية لدينا بيانات التضخم التي تؤثر بلا شك على قرار الفيدرال الأمريكي ونواياه في تشديد السياسة النقدية البيانات منتظرة يوم الجمعة وبالتحديد ننتظر الـ CPI Numbers أو مؤشر أسعار المستهلكين والتوقعات هي عن 0.2% القراءة المطابقة للتوقعات أو الأعلى منها قد تعني أن لا خطر على التضخم والفيدرال الأمريكي سيستمر بتشديد السياسة النقدية وبلا شك سوف يؤثر ذلك بقوة أكبر على الدولار الأمريكي يستمر التأثير من الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الأسبوع أيضا من خلال الخطابات المتتالية فلدينا حوالي الخمس خطابات لأعضاء في الفيدرال الأمريكي لعل أهمها هو خطاب وليم دادلي الذي سوف يكون يوم الخميس وطبعا بلا شك سوف يكون هناك حديث عن رؤية الفيدرال الأمريكي للأحداث والتطور ونمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن خروجا من أمريكا ننتقل إلى مجموعة من البيانات ذات التأثير خلال هذا الأسبوع منها البيانات الصينية، البيانات التجارية، الميزان التجاري، الصادرات، الواردات وكذلك أيضا لدينا قراءة التضخم من الاقتصاد الصيني منتظرة خلال تعاملات هذا الأسبوع يوم الثلاثاء كذلك لدينا من المملكة المتحدة بيانات الصناعات التحويلية أو إنتاج الصناعات التحويلية مهم جدا متابعة هذه الأرقام التي تشكل تأثيرا في مستويات التضخم وفي تطلعات التضخم في المملكة المتحدة خصوصا بعد التصريحات السلبية الكثيرة التي كانت من مارك كارني خلال الاجتماع البنك المركزي البريطاني في الأسبوع الماضي ومع ذلك تمكنت جينيل استرليني من الارتفاع طبعا بعض الشيء لأن الدولار الأمريكي وقوته مكنته من الهبوط مجددا بشكل حاد صار عندنا ضربة مزدوجة من الجينيل استرليني وأيضا من الدولار الأمريكي بالتالي تلقى هذا الضغط الكبير زوج جينيل استرليني دولار أمريكي آخر وأهم الأحداث المنتظرة في هذه الأسبوع تقرير أوبك للشهر الماضي وكذلك سوف يكون لدينا يوم هذا التقرير سوف يكون يوم الخميس ويوم الجمعة سوف يكون تقرير وكالة الطاقة العالمية أو الانترناشنل انرجي ايجنت سوف يقومون بإصدار تقريرهم الشهري أيضا بالتالي من المهم جدا متابعة توقعاتهم لأسعار النفط في الفترة القادمة في هذا الوقت أيضا يوم الاثنين وثلاثة يجتمع أعضاء من أوبك وخارج أوبك لبحث توازن السوق النفطي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر